أم البراء من السعودية تقول أنا متزوجة من عشرين سنة من ثلاث سنوات حصل خلاف بيني وبين زوجي خفت منه وكلمت أهلي تدخلوا بأسلوب خاطئ وضعوني في ضغط نفسي جدا صعب تحت إجبار على الخلع بناء على نوع من الخلاف وصل الموضوع إلى حماية الأسرة طلبتني قال وقالت إيه شفتي من سلوك ما أعجبك ويعني ذكرت كذبت عليه ذكرت شيء غير جيد وبعدين ترتب على ذلك أشياء تضرر منها الزوج وبعد ذلك رأيت ظلم من أهلي وجاءتني أمور كثيرة تقول اتفقت مع زوجي أن نرجع إلى أحسن حال وبعد ذلك تقول لما رجعت بدأ انقلب علي وصار يضربني ويهينني تقول أنا راضية بهذا لأنني أنا تسببت وأوصلت الحال إلى مثل هذا الأمر تقول هو الآن مصر على الطلاق يطردني ويهينني يعني شيء من هذا القبيل تقول هل علي كفارة أني أنا كتبت هذا الكلام وتضرر منه سويت عمرة مثلا هل هو ظالمني بضربي وطردي إلى آخر ما ذكرت تقول عندي ثلاث بنات والطفل والبنات الكبار وشيء من هذا القبيل أختي أم البراء بارك الله فيك هذه الرسالة أنا أريد أن أستثمرها وأستغلها لأرسل جواب ورسالة لكل امرأة يحصل بينها وبين زوجها شيء من الخلاف الطبيعي اللي يحصل في كل أسرة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تقحم أهلها في مشاكلها الزوجية الزوجان بينهم من الإنسجام وبينهم من الأشياء التي هي كفيلة بأنهم فعلا يعبرون بالبيت إلى بر الأمان تدخل أطراف خارجية في المشاكل الزوجية في الغالب أنه لا يحل المشكلة وإنما يؤزمها وتتفاقم ويحصل مثل ما حصل عند الأخت أم البراء وهذا طبعا يعني هذه الدراسات موجودة يعني أكبر سبب من الأسباب اللي فعلا أبرزت ظاهرة الطلاق على أن ورم اجتماعي لأن أصبح خطير تدخل الأطراف خارجية ولما يتدخل الأهل تدخلون بعاطفة ما يتدخلون بعقل لما يشوفون بنتهم تبكي ويعني تتظلم وتتوجع ويحصل منها كذا تغلب العاطفة طبيعيها فيحصل هنا أخذ البنت أو الاعتداء على الزوج ومثل ما حصل الآن ضغط عليها يعني الزوج يرفض الطلاق وإخلعيه ولذلك يا أخواتي يا بناتي اتقين الله عز وجل يعني المرأة تستكتم مشاكلها وأشياءها الخاصة اللي بينها وبين زوجها المشاكل هذه متى ما انبرزت على السطح خلاص انتهى البيت أبدا ثقي حتى لو لم ينتهي ولم يحصل طلاق ستستمر الحياة فيها صعوبة ولن يكون هناك وفاق ولن يكون هناك انسجام وفي الغالب في الغالب أن ما ترجع المياه إلى مجاريها وما تعتدل الأحوال ذلك أنت تقولين نعم أنا أخطأت وأستاهل اللي جاني حسب ما ذكرت في سؤالك إذن الرسالة لأخواتك اللي يشاهدوننا الآن اتقين الله عز وجل ويخفنا الله سبحانه وتعالى ذلك المرأة تصبر يعني يسأل أمك سأل جددك كيف كانوا يعيشون وهذا بعض الناس يقول لك يا أخي هذا ظلم للمرأة أو سحق للمرأة مبصحية هذا صبر الزوج يصبر الأزواج يصبرون عندهم من الصبر اللي ما يمكن يفصحون عنه ولا يتكلمون فيه ويجتهدون ويشتغلون ولا يعني في الغالب أن الرجال في الغالب في الغالب ما يمن في عطائه ما يمن في نفقته ما يمن في بذله في الغالب قد يوجد أشخاص لكن في الغالب يجتهد الليل والنهر ويصبر ويرى الخطأ ويسكت عليه كذلك المرأة يجب عليها أن تتقل الله عز وجل لذلك اللجوء إلى مثل هذه الطريقة لا شك بأنه شيء محرم أنت كذبت عليه وفتريتي عليه ولذلك تلفظ أنه ما في كفارة يعني ما في عند مثلا كفارة تخرجين إطعام عشر مساكين أنت رحتي بهتيه لذلك عليك التوبة والاستغفار وأصلحي ما بينك وبين الله فإذا أصلحتي ما بينك وبين الله ستجدين بإذن الله أن الله تعالى يصلح ما بينك وبين زوجك ستجدين بإذن الله مع دعائك وانطراحك على عتبات مولاك والتضرع إليه خاصة عندك أطفال وعندك أولاد وبالنسبة للزوج يعني يجب علي أن يتقل الله فيك يعني مدام أنك اعتذرتي له وتأسفتي مثلا يعني هذا النوع من التعامل حقيقة يعني لا يدل على نضوج هذا الرجل يعني أنت الآن قبلت بها وأرجعت زوجتك واصطلحتم هل إرجاعك لها لغرض الانتقام تريد أن تنتقم منها وتسحقها وتهينها هل لما رأيت امرأتك يعني اعترفت ويعني أبدت يعني أسفا استغليت هذا لتنتقم منها بمثل هذا الطريق والله إني أخشى عليك من عقوبة الله وبعدين الرجل لا يستقصي الرجل لا يستقصي ويجب عليك أن تتغافل في مثل هذه الحالة خلاص انتهت المشكلة السابقة ما بقي إلا أنك ترجعون إلى بعض زوجتك أخذت درس في حياتها عرفت قيمتك وأن أهلها حقيقة ضغطوا عليها ضغط حتى أدلوها وأصبح يظلمونها هي أيضا فما رأت إلا إلى كنف زوجها وظل زوجها وبيتها رجعت لماذا تهينها هل هذا من فعل النبلة من فعل الناس الرجال هل هذا من فعل اللي يخافون الله ويتقونه سبحانه وتعالى أبدا الرجل يبقى رجل ولذلك تتق الله في زوجتك وتخاف الله فيها ولا تستقصي ويجب عليك أن تتغافل عما حصل وزوجتك الآن عندها استعداد كامل إلى أنها تغير حياتها إلى الأفضل والأمثل والأحسن و لابد أن تساعدها أنت في هذا لابد أن تساعد لذلك لما طاف نساء ببيثات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهم من الضر قال أولئك ليسوا بخياركم نفى الخيرية عنهم صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يضرب امرأة هذا لا خير فيه الرجل الذي يضرب امرأة لا خير فيه كذلك السب والقذف هل هذا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي لذلك أسوأ منظر لما يجيك شخص أخطأ في حقك ويعتذر منك وتمارس عليه إذلال هذا ما يليق لا من الناحية الدينية ولا من ناحية المرؤة هذه أم عيالك عشت أنت وإياها فترة من الزمن على أحسن حال خطأ واحد قلبت الدنيا هل هذا يليق وهذا الأسف يمارس بعض يعني الأزواج حتى أنه يعلق شماعة هذه سماعة يعلق عليها كل شيء عملت وفعلت ويصبح يعني شماعة يعلق عليها كل تصرف تقوم به المرأة عموما أختلف هذا أصلح ما بينك وبين الله إذا أصلح ما بينك وبين الله صدقيني بأنك ستكتشفين أشياء كثيرة في حياتك ستنضجين أكثر سيكون هناك حتى تنازل عن بعض الأشياء أنك الله عز وجل يمنحك إيمان ويمنحك رشد ويضيء عقلك وينير بصيرتك وتشوفين الأشياء على حقائقها حتى هذا النفسية التي تعيشين هذه يعني تهدأ وتنطفى نوعا ما وتعاملين يعني زوجك بالحسنة وربما تجاوزت عن بعض الأشياء هو كذلك يصلح ما بينه وبين الله وهذا درس له في الحياة درس ومفترض أنه يأخذه عبرة وعظة